اشتركوا في القناة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة عقاد قمة جدة للأمن والتنمية في مركز الملك عبد الله للمؤتمرات بمدينة جدة بعد ذلك ودع حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أخاه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كما ودع جلالته إخوانه وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق مشيدا جلالته بجهودهم الطيبة في إنجاح هذه القمة المباركة بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة ويعود بالخير والازدهار على دولها وشعوبها الشقيقة اشتركوا في القناة